مصر دايما تنور بالأشقاء منورة جدا بزيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان وزي ما حضراتكم أكيد تابعته نهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة يحل ضيف عزيز في مصر وطنه التاني الزيارة بإذن الله تستغرق يومين بالتأكيد هيبقى فيها مجموعة من المباحثات شديدة الأهمية على نطاق رفيع المستوى ما بين فخامة الرئيس وما بين صاحب السمو ولي العهد السعودي بالتأكيد الملفات هتبقى الملفات الإقليمية والملفات الدولية زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا عندنا ملفات على المستوى الإقليمي وبطبيعة الحال على المستوى الدولي بالتأكيد الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة في العالم إلخ إلخ دي بتبقى على رأس الأولويات مما لا شك فيه أنه تعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجي ما بين البلدين في مختلف المجالات موجود أيضا على الطاولة وزي ما كنت بقول لكم يعني المسألة كلها كمان مرتبطة بتوقيتات ويمكن احنا حتى كنا بنتكلم في ده مبارح العالم كله قاعد واقف يعني على أحر من الجمر لوجود حلول للأزمة الدولية زي بتاعة الحرب الأوكرانية الروسية لدينا ملفات إقليمية شديدة الأهمية مهم جدا في إطار شراكة استراتيجية ما بين الدولتين الأكبر في المنطقة العربية إن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نجد ليهم حل شراكة استراتيجية عميقة علاقة تاريخية ما بين القاهرة والرياض الهدف منها تحقيق الاستقرار والتنمية الهدف تحقيق السلام برؤية واحدة رؤية تصب في صالح مصر والسعودية والإمارات وكل الدول العربية والإسلامية بإذن الله أهدفنا المنشودة المشتركة هتتحقق هتتحقق